لطالما شكل ضغط العمل وظروفه بالنسبة للمرأة هاجساً ومسبباً للكثير من الأمراض لها وهو ما يطرح إشكالية الرعاية الصحية ومدى اهتمام المرأة العاملة بصحتها حيث نرى أن العاملات غالبيتهم مهملات لصحتهم بما أن المرأة الجزائرية معروفة بأنها تعمل في الخارج وفي المنزل ما يكونش عندها الوقت الكافي باش تهتم بالصحة ديالها يلحقوا في الخدمة يجيبوننا يدعمونا باش نديروا دي ديغات والله غير وقت غير ما تقدر تروح الأطباء والاختصاصيون يعيشون يومياً إهمال ولا مبالاة النساء العاملات بصحتهن وخاصة ربات البيوت نعاني مع هذ النساء العاملات وعلى ما عندهمش الوقت باش يجوا يديروا الفحوصات تحهم الدورية اللي راهي تنص عليها تشريعات الجزائرية المرأة بصفة خاصة بلي لازم تقولي تقوم بصحتها لازم تعرف تفرق بين خدمتها تعدار وخدمتها تعد العامل في براء وبينها وبين ولادها صحتها هي أسبق لازم تدير وقت روحها قول للمرأة قومي بالصحة تاعك لأنه تهي الصح في المجتمع وإذا كان الطفرة فيك ما كاش لا رح يعوض لك الصحة زيارة الطبيب والقيام بعمليات التشخيص دوريا ضرورة بالنسبة للمرأة العاملة للحفاظ على صحتها وكذا وجب عليها تنظيم وقتها للمزاوجة بين العمل وشؤون بيتها